تقدمت جامعة دول العربية بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه من دعم للعمل الاجتماعي والإنساني العربي المشترك وبما يصهمه في مواصلة مسيرة التنمية جاء ذلك خلال إطلاق الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أسفيرة هيفاء أبو غزالة قافلة المساعدات الإنسانية والاجتماعية بالتعاون مع مصر للشعب السوداني الشقيق من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة إنما تقدم ذكره أيضا يستوجب توجيه الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه للعمل الإنساني العربي المشترك وبما يدفع بمسيرة التنمية الاجتماعية العربية بمختلف أبعادها وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطن العربي خاصة في حالات الكوارث والأزمان كما يستوجب أيضا توجيه الشكر والتقدير لكوادر وشباب الهلال الأحمر المصري على جهودهم وتواصلهم مع الزملاء في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمانة العامة والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومن قبل أيضا ومن قبل مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بما أسهم في إعداد القوافر الإغاثة للمجلسين بالشكل والمحتوى المطلوب الذي نأمل أن تحقق أهداف السامية لصالح المواطن السوداني ترجمة نانسي قنقر